موسيقى موسيقى انزيمات الكبد عند بولا كانت 2200 1200 كل واحد كانوا بيقولوا حتى لو حصل ايه اعجاز لازم كبد ماينفعش حاجة تاني وخلاص اقول بس الحتة دي لان افتقرت حاجة الجملة الالهالي الرب في المستشفى قال لي اعلني شفا بس وانا مش فاهمة يعني اعلني شفا كنت بلف حوالين السرير بقول انا بعلن شفا انا بعلن شفا انا فاكرا ان في اليوم اللي قالوا خلاص دي لازم نحط لها ممرضة لوحدها لانها حصل يعني الريت الكمبيوتر كذا مرة وخلاص كانوا مضوقعين هي دي الليلة الاخيرة وهياخدوها في العناء المركزة لحد ما كل حاجة تخلص والرب قال لي اعلني شفا كنت بلف حوالين السرير وقول بعلن شفا وحسيت وانا بلف حوالين السرير كالقاتي الله هو الشهيد في حد بيتنفس فقفاية زي لو حد فيك وركب اوتوبيس او ميكروباس المواصلات الجميلة اللي في مصر دي وفي حد واقف وراك مثلا وبيتنفس تبقى حسس بالنفس كده في ظهرك ده اللي انا كنت حسس بي حد في القوضة في هذا الوقت انا مكنتش فهمة وده تدريب الله حد كان بيتنفس وانا مش يقول انا بعلن شفا انا بعلن شفا انا حسس انه مش عارف يعدي مني القدام هو وراي بس انا بلف حوالين السرير وقول انا بعلن شفا وفي حد فيه اخت جات من الكنيسة معايا بالليل سيارة تقول ليهل ترنم معايا وبعدين لقيت بتقول مفروض ان هي كويسة وستابل يعني مفيش حاجة حصلة انا قلت جايين ليه الببان ازاز فانتقدر تشوف من بره اللي بره بس هما مجوش عندي يجوم دخلوا عند البنت اللي في الوش انا ليه بحكي القصة دي هقول قدام شوية ونزلوا بالبنت اللي في الوش العناية المركزة وانا كملت للصبح وخلاص وكملة الاحداث فبسأل الممرضة طبعا هما ما بيقولوش حاجة لان دي خصوصيات بس كنت بقالي في المستشفى فترة طويلة فاتعرفنا على بعض يعني ففي ممرضة من الممرضات تتصحبنا بقولها في ايه قلت لي البنت اللي في الوش كان عندها سرطان في الكيلة وكانت مستقرة جدا وشلنا الكيلة وكل حاجة مر واحدا بارح بالليل وقالت لي ساعة معينة انا عارفة ان هي دي الساعة اللي كنت حاسة بالنفس البنت تعبت جدا وطلبنا لها العناية المركزة والجمخة دو مهم تلات اربع تيام وعرفت ان البنت تتوافق احنا فضلنا في القوضة المعزولة اللي الوحدها دي تقريبا اسبوع وانا كل اللي بقولو اني بعلن شفى والدكتورة بتقولي فيما معناه يعني ما تقرفنيش خلاص حتى لو خفت عايزين ننقل كبد ما فيش جراحة يرضى ينقلها الكبد لانها ما عندهاش تجلط من الكيماوي وحتى لو فيه جراح ريدي مع انه ده مش هيحصل هتموت من النزيف ما عندهاش كبد ليها عندنا عيال كتير تاني على الويت انجليس فهي يا هتموت من الكيماوي يا هتموت من الفشل الكبدي يا هتموت لانه فيش جراح هي في التلات حالات ميتة تسيبيني في حالة ما تقرفنيش متندهليش تاني متقوليش في اي حاجة تاني مهم؟ أسبوع بالظبط أسبوع بالظبط والرب قال لي القاتي قال لي لن تموت بل تحية ودي آية مزمور 118 آية نعم نعم أنا أول ما الرب قال لي كده بس أنا بقال لي بقى كم شهر بقول له انت فين ومتقول كلمة خرجت في المستشفى أجري في الطرقات وطولهم بنتي مش هتموت بنتي مش هتموت فهي الدكتورة قالت لي يعني انت يعني انت كده تجننتي وحنا عارفين ان انت بتمر بظروف صعبة وبعتولي أخصائية اجتماعية من المستشفى تقول لي انت بتفكري في الانتحار طب دي مش غلطتك ومعليش ما هم أطفال كتير أنا مش بفكر في الانتحار هتشوفي هتشوفي أسبوع واحد ويوم 6-11 بقولك كتب لها خروج من المستشفى كل المياه اللي كانت في كبده راحت الكبد انزيمز رجع تاني في المستوى العادي دخلت نفس الدكتورة عشان المجد يرجع لله قالت لي كده بالنص أنا معرفش انت عملت اي بس ما تفعله ما تفعله ما تفعله أنا أطلع معناش حاجة بابا دي اسمها قوة الصلاة تفاوروا في برأي